أعلن المنتج المشهور اللبناني جو ماري رياشي أنه قد تم العمل على مجموعة من الأعمال بينه وبين الفنان سعد المجرد في السنوات الأربع التي مضت وقد أطمر هذا التعاون عن أول أغنية سطر النور في شهر يناير 2020 والتي سيكون عنوانها أم علي وأكد جو ماري رياشي أنه كان بباريس هذا الأسبوع للقاء سعد المجرد وأنهم قاموا بالعمل على أغنية مجنونة ستسمى بأم علي وأن الجمهور سيتعرف عليها قريبا وأنهم حضروا كذلك أغنية أخرى غيرها ولكن لم يحدد وقت إطلاقها بعد من الفنان سعد المجرد ومن جانب آخر فقد قام سعد المجرد بنشر صور له مع جو ماري رياشي في أستوديو بيروت على حسابه في الأنستغرام منذ سنوات ولكن لم يعلن عن أسباب ذهابه إلى لبنان ونذكر أن المغني المغربي قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن حضوره لحفل في المملكة العربية السعودية في إطار مهرجان موسم الرياض حيث عبر البعض عن فرحتهم للقاء المعلم على المسرح أما آخرون وبالأخص السعوديون لم يخفوا غضبهم من هذا الإعلان حيث أن هاشتاغ لا نريد سعد المجرد بنرياض قد أطلق ساعات بعد إعلان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بأن المغني المغربي سيحضر يوم 18 دجمبر إلى المملكة العربية السعودية وبرأي بعض السعوديين أنه غير مرحب بسعد المجرد لاتهامه بعدة قضايا اقتصاب واعتداءات جنسية إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشكرا على المشاهدة